مشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم ونشرة فنية جديدة على موقع صدى البلد هنتبع من خلالها اهم واخر الاخبار الفنية وهنعرف حقيقة انفصال النجم تامر حسني عن زوجته باسمة بوسيل وسبب حذفها لكل صورهم من على موقع الانستجرام وحقيقة عودة رامي جمال لزبطه بعد اعلان انفصالهم وليه طلب الاعلامي شريف مذكور انه تكون هدايا عيد ميلاده كلها استنادي هدايا نقدية مفيش اي هدايا من نوع تاني وغيرها كثير من الاخبار اللي هنشوفها حالا مع حضراتكم ونبدأ اخبارنا الفنية للأسف بوفاة زوجة الفنان خالد زكي صباح اليوم الاحد 18 سبتمبر وده بعد صراع مع المرض وظهرت صدمة كبيرة جدا بتملق وجه الفنان خالد زكي اثناء تشيع بوثمان زوجته منذ قليل من مسجد مصطفى محمود وحددت اسرتها اليوم الاحد موعدا للعزاء من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر والحياة بنقدم طبعا من موقع صادة البلد تعزينة للفنان خالد زكي من ناحية تانية عاد المطرب رامي جمال لتصدر الترند ومحركات البحث من جديد وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع خبر عودته لزوجته ناريمان وده من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب رامي جمال وقال من اعظم النعم هي ان البني ادم يشوف في عيون الناس وتصرفاتهم وكلامهم انهم بيحبوه وانا فعلا محظوظ بحبكم جدا جدا وكانت اعلنت زوجته المطربة المعتزلة ناريمان انفصالها عنه وكتبت تم الطلاق بيني وبين رامي بتمنى ليه كل الخير وبتمنى يكون سعيد في حياته الجديدة وبتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة ورغم كده ما حزفتش اي صور ليهم رغم ان هي اللي اعلنت الانفصال لكن المفاجئ ان رامي جمال هو اللي قام بحث كل صور طلقته من حسابه بانستجرام على الرغم من انها قامت بحث منشور الطلاق بعدها بايام قليلة وفجئنا بعد ايام من خبر انفصالهم بعودتهم مرة تانية لبعض واعلنت مرة تانية ناريمان زوجته عودتها لي ونشرت فيديو ليها معايا عبر ستوري حسابه على انستجرام وظهروا في الفيديو في لحظات رومانسية بتجمعهم وقال رامي جمال من خلال الفيديو ده عادي نزعل مع بعض لكن هي حبيبتي وابغض الحلال عند الله الطلاق من بارك طبعا عودة الفنان رامي جمال لزوجته ناريمان بعد الانفصال وبمناسبة موضوع الانفصال انتشرت كتير جدا من الشائعات لساعات اللي فاتت ما بين النجم تامر حسني وطلاقه من زوجته المغربية بسمة بوسيل خلال الفترة الاخيرة ودي مش اول مرة بتنتشر هذا النوع من الاشاعات لكن المرة دي كان بسبب مرأبة البعض لحساب زوجته واكتشفهم ان هي قامت بحث صورهم مع بعض وكشف احد المصادر المقربة من الطرفين انه ما فيش اي صحة لانفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل وانها لسه متابعة الاكاونت الخاص بي وقال المصدر انه من سبع ايام بالضبط قامت بسمة بوسيل بحث صورها من خلال حسابها على انستجرام كلها مش بس قامت بحث صورها مع تامر حسني وده حقيقي تمهيدا لتغيير شكل الحساب الخاص بيها وتحويله لحساب عمل بمشروعها القادم ومش حساب شخصي وقال ان الغاء متابعة حساب بسمة بوسيل لحساب تامر حسني زوجها عبر انستجرام ده حدث نتيجة خطأ من مسؤول او قد من حساب بسمة بوسيل عبر انستجرام والالغاء ده حصل فقط لمدة 3 ثواني وبعد كده رجعت وعملت له متابعة من تاني ويقدر جمهورها يتأكد من ده وقال انه ما فيش اي داعي لاستكمال ما حدث من خطأ بسيط جدا في 3 ثواني ان احنا نستخدمه مادة او اداء لإصدار الشائعات ونفى طبعا حدوث اي انفصال ما بينهم ونروح للاعلامي شريف مطبور والحقيقة انه هو عمل ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا وده بسبب عيد ميلاده وده بعد ما قرر انه هو يشارك فكرة خيرية عملها في عيد ميلاده الخمسين عبر حسابه الشخصي على موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب انه هارده كان عيد ميلاده الخمسين عملت حفلة في بيتي وعزمت كل حبايبي وطبعا عيد ميلاده يعني هيجيلي هدايا كتير بس انا فكرت ان الهدايا السنة دي تكون هدايا مختلفة جدا وتبقى حاجة تانية خالص فكرت ان الهدايا تروح لصالح مستشفى اهل مصر لعلاج الحروة واتفقت مع ضيوبي ان اي حد هيجي هيتبرع للمستشفى بقيمة الهدايا اللي هما كانوا هيجيبها لي والناس بتوع المستشفى بقوا واقفين على مدخل البيت بياخدوا كل التبرعات من الناس والنتيجة كانت 120 ألف جنيه تقريبا اتجمعوا لصالح مستشفى اهل مصر انا مبسوط وشكرا لكل حبايبي اللي شرفوني ونوروني ودوني هدية حلوة لصالح مستشفى بترجع الابتسامة على وشوش الناس لحيان الفكرة اللي عملها الاعلامي شريف مدخور انتشرت بشكل كبير جدا وأشاب بيها الناس وقالوا ان هي كانت فكرة عبقرية من شريف مدخور في عيد ميلاده لعمل الخير اما اخر اخبارنا الفنية اللي هتكون معنا النهاردة فهتكون مع الفنانة الجميلة فريدة سيف النصر واللي نشرت عدة صور صادمة الحقيقة لجمهورها وهي بتحول شعرها للون الاصفر وهي طبعا كانت معروفة بلون شعرها الاسود وكتبت فريدة سيف النصر من خلال حسابها على فيسبوك ربنا يسطر ما تخافوش دي مرحلة سحب اللون الاسود حبيت اشارك معاكم السابقة الجديدة والنيولوك ما تعترضوش دلوقتي مش دا اللون النهائي وقلت لما اغير شوية اصلي ذهقت مني وعلى فكرة صوري دي من غير اي ميك اوب وان كان عجبكم الستات لما بتكبر بتتجن لحين منشور فريدة سيف النصر كان منشور جريء جدا وطبعا تم تدول صورها دي بشكل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي البعض انتقد زهرها بهذا الشكل والبعض التاني اشهد بجمالها وجرئتها في مشاركة جمهورها لصورها اثناء تغيير اللوك الخاص بها او لوك شعرها الحقيقة انه هنا بتنتهي اخبارنا الفنية وبتنتهي نشرتنا الفنية لكن طبعا لست مستمرين معاكم على مدار اليوم في متابعة كل ما هو جديد من اخبار على موقع صاد البلد نشكر حضراتكم جدا على المتابعة والى انتقاء